وبعد أن أتم ضيوف الرحمن تصيدهم بمشعر منا قضوا اليوم شعائرهم بصعيد عرفات باعتباره ركن الحق الأعظم يأتي ذلك وسط إجراءات ميسرة من خلال التواجد أشرطي بمناطق المشاعر والتأمين الطبي لها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ها هم ضيوف الرحمن جاءوا من كل حد وصوب جاءوا ملبين نداء الرحمن بأداء فرية الحق وسط إجراءات اللوجستية ميسرة حرست عليها سلطات السعودية لتأمين تفويق ضيوف الرحمن إلى مناطق المشاعر المقدسة البعثة الطبية المصرية وضعت قطة لتأمين الطبي للحجاج المصريين بأماكن مخيماتهم بالتنصيق مع السلطات السعودية نحن كان فيه عندنا منومين في المستشفيات ثلاث حالات الحمد لله تم تصعيدهم لعرفة اللي كانوا منومين في المستشفيات مكة فيه عندنا خمس حالات فشل كولوي وتم التنصيق ليهم وعملوا جلسات غسيل كولوي أمس صباحاً فيه حالتين منهم عشان يبقى إن شاء الله يبقى النهاردة ما فيش ليهم موعيد للجلسات وبقية الحياة هتغسل إن شاء الله بكرة فيما يخص هنا في المخيمات إحنا هنا عاملين داخل العيادة في داخل المخيم بتاعنا بتاع البعاسة الطبية عشان أي فيه أي حالة تتوجه لنا للمكان هنا وتتلقى الخدمة الطبية اللازمة ولو فيه أي حالة من الحالات موجودة في مكان بعيد ما تدرشتي توصل لحد هنا إحنا الفريق هيطلع ويوصلها لحد المخيم اللي هي فيه حمد يتم المروع على المستشفيات اللي موجودة هنا في عرفة وعداتها أربع مستشفيات عشان متبعد الحجاج وحصر لو فيه أي حالات من الحجاج المصريين موجودين كما سعد مؤسسة الحج السعودي على توفير مخيمات طليق بتلك الرحلة المقدسة ليكون موسم الحج هذا العام موسما استثنائيا جواء روحانية انتبت ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك دعينا الله بالقبول ربنا قرمنا السنة دي ان احنا جينا في المكان ده أولا قدنا سنتين محرمين منه من المكان ده وربنا يعني بيجازي كمان ان المكان ده مكان مكدس واللي ربنا قرمنا ان النهار ده الجمعة أولا والحمد لله رب العالمين يعني الخدمة هنا ما شاء الله الله أكبر يعني عليها متمايزة جدا الحمد لله ده قرم من ربنا علينا يعني وده نحمد ونذكر فضله خدمات العلاجية زي الفل أي حد بيروح بيدوله علاج ويوفروله علاج بتاعه في أي وقت وأحسن حاجة هنا العلاج والمهتمين بينا والنظافة كل حاجة هنا زي الفل في نعيم والحمد لله في نعمة وكت بأحلم بها العمر كله قبلنا ثلاث يام ناخد علاج ببلاش مجانا وكل حاجة حالة وقت كان ما فيش ربنا تكبل منا يا رب ومنك يا رب ويحسن أعمالنا كلها يا رب أجوان روحانية يعيشوها ضيوف الرحمن لوقوفهم بمشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج بعد طول اشتياق دعين الله أن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين وأن يتقبل حجتهم محمد حلمي التلفزيون المصري